النهاردة بجانب البيان اللي أصدره نادي الزمالك فيما يخص زيارة النادي الآلي كان فيه مجلس إدارة اجتماع مجلس إدارة وكان فيه قرارات مهمة أقول لحضراتكم الكرارات اللي كانت في مجلس إدارة نادي الزمالك أو ما بعد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة ناقش المجلس ما عرضوا الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009 بعد مباراة النادي الآلة التي أقيمت بملعب النادي وأكد المجلس تمسكه وغير المشروط بقية من الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويد الكابتن حسين السيد في تطبيق اللاقاح وقف هنا وتعلالي بقى تاني عشان دي نقطة مهمة قبل ما تكمل قارات مجلس الإدارة من كم شهر؟ من كم شهر؟ كان فيه وقاعة تشبه دي والناس عيتها أو فيه قيادة قراءة يقولك يا عم عادي ده فقط اللبس وإيه اللي هيحصل يعني مع كل الناس بتعمل كده وكنت تسمع مبررات كنت تسمع مبررات إدارية وجماهيرية لا ألوم الجماهير دائما بس مبررات إدارية مبررات على إيه؟ على التجاوزات؟ ما ينفعش قبل يبقى عندك مبررات على التجاوزات فاللي عملوا مجلس إدارة نادي الزمالك ده موقف محترم جداً أستحق عليه الإشادة عشان لما لعبت نادي الزمالك الصغيرين يعرف أنهم هيتعاقبوا لما يعملوا مواقف فيها هجوم أو إساءات للطرف الآخر اللي هو النادي الأهلي هيتعاقبوا بعد كده وهيبقى فيه مشكلة مش اللي هيتعدي مرور الكرام لما لعبت نادي الأهلي في المقابل هيعملوا كده فمجلس إدارة نادي الأهلي لازم ياخد موقف مماثل الحياة تبقى حلوة وانت بتربي أجيال صغيرة فما ينفعش وانت بتربي أجيال تقول لهم عادي أو تدي لهم مبرر الغلط غلط والإساءة إساءة يعني ما فيهاش إيه ما فيهاش تجميل كلام هنا أو هنا بالمناسبة يعني أنا مش بقول الكلمتين دول عشان اللي حصل من اللعيب نادي الزمالك الصغيرين أنا ما لومش على لعيبة نادي الزمالك الصغيرين أكتر ما لوم على إدارة النادي لما كانتش خدت موقف عشان دول الكبار دول المسؤولين فبرافو قضية نادي الزمالك كل شوية الواحد عمال يقول برافو قضية نادي الزمالك ده بصراحة يستحقه دائما وأبدا لإشاءة ده نكمل دي كهارات مجلس دارة نادي الزمالك النهاردة نقش المجلس أيضا الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفة وعدو عامل بالنادي وأجاء القرار كالآتي اسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالا لأحكام المادتين تمانية واثناشر من لائحة النظام الأساسي للنادي أيضا اعتماد عقود الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم وإبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتصوك كان نادي الزمالك يقدر يبقى مادة جاذبة للإعلانات وبس يشتغلوا تسويق بشكل محترم منادي الزمالك قادر طبعا بهذه الجمالية العظيمة والكبيرة التعاقد مع المحامي التونسي سامي بورسرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية والتعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو دي كيرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أيضا الموافقة على إعارة هشام صلاح لعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة فيها البطولة الخليجية لأبطال الكووس والوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أراضي أو أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقرية للنادي بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية والذي شهد تعاون مسمر وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك وفي النهاية يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لفريق كرة القدم غدا مع عودة مباريات مصابقة الدوري المصري بعد فترة التوقف تحت القيادة الفنية الجديدة وفي سوب الزمالك الجديد والتوفيق لكل ما هو زمالكوي وفي النهاية الجديد والتوفيق لكل ما هو زمالك